تكريم الشخصية البحرين نظرا لما يقدمه لأمته العربية وبلده البحرين بما يساهم في خدمة العمل العربي المشترك وسط حضور عربي كبير شهد مهرجان المرأة العربية للإبداع تحت مسمى الثقافة واستراتيجية القيادة الأسرية تكريم مملكة البحرين ممثلة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومكانة الشخصية البحرينية لخدمة القضايا العربية وأكد الحضور على مكانة المملكة في قلوب العربي والمصريين لتنال هذا التكريم المستحق نحن نفخر بوجود مملكة البحرين معنا كل عام فمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هي شريك نجاح للمرأة العربية للإبداع التكريم العام للمؤسسة نفسها على كم الأعمال الإنسانية التي تحظى تحت رعاية هذه المؤسسة الكريمة التي ليس بس تلقي مساعدتها للدول العربية ولكن المؤسسة تساعد العالم من أجل الإنسانية وفي حضور من ممثل مجلس النواب والمؤسسات المجتمعية كان التكريم للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وقدمت مفادة المؤسسة السيدة نيل الشاعر كلمة موجزة عن دور المؤسسة برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المفدى ولما تقدمه من دور بناء وريادي للمجتمع وأيضا كأفضل مؤسسة مجتمعية لدعم الأرامل والأيتام مع عرض فيلم موجز عن إنجازاتها وخدماتها المجتمعية بأمانة الدكتور مصطفى السيد وتسلمت درع التكريم وسط تصفيق الحضور طبعا أفتخر أني أنا أكون موظفة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لأن هذا من مشروع الإصلاحي لجلالة الملك طبعا التكريم هذه فخورة جدا فيه طبعا تاج على راسنا طبعا وأهدي هذه النجاح طبعا أول شيء حق جلالة الملك وسموه ولي العهد ورئيس الوزراء وليسموه الشيخ ناصر من أهداف المؤسسة تمكين المرأة ودعم المرأة وتوفير حياة كريمة لهم نحن في المؤسسة أسسنا مشروع نتاج خير البحرين نتاج خير البحرين هو تأسس بداية بالتدريب نعمل على دورات تدريبية حرفية مهنية نسق المواهب الأرامل والأيتام تكون عندهم حرفة يتمكنون منها ويبتدون عقوب في مشروع خاص فيها وتم تكريم الشخصية البحرينية للدور العربي الفعال الذي تقوم به ممثلة في شخصية رئيس البرلمان العربي سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي وفاز بجائزة رجل العام 2021 لما يقدمه في خدمة القضايا العربية والعمل العربي المشترك كرئيس للبرلمان العربي تكريم جديد لمملكة البحرين هنا في القاهرة ممثلا في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والشخصية البحرينية المرموقة يؤكد مدى ما تقدمه البحرين من أعمال إنسانية وخيرية وسياسية واقتصادية للعالم العربي وقضاياه شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة شكرا للمشاهدة polarحة اشتركوا في القناة